السلام عليكم وحين اعتمدنا في أصله على الربعية وعلى هيئة الأمم التي نسميها الشرعية هذه التي أصدرت مئات القرارات ولم تنفذ واحدا منها في صالحنا أصابنا العمى وأصبح قادتنا بعد أصله كما قال الإنجيل عميان يقودون عميان لذلك سقطنا كلنا في الحفرة ماذا تنتظرون أن يكون حالنا إن كنا نعتمد على إسرائيل نفسها وهي عدوتنا ومحتلة أرضنا وقدسنا ومقدساتنا وقاتلت أبنائنا وهادمت بيوتنا وسارقت أرضنا وثرواتنا ومذلة لشعبنا مدة 75 سنة ماذا تتوقعون؟ سنعاني العمى والطرش والبكم وباقي المصائب وهذه مصيبتنا أن قادتنا ينتظرون أن يتغير العالم وسياسته وأن يتأنس الضبع الإسرائيلي ويصبح إنسانا وبشرا يشفق علينا ويعطينا دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضعنا السياسي مجنون ونحن نظن أننا أقلأ لأننا نعرفه ونقبل أن نعيش فيه إسرائيل أفعى سامة فلا يعتقدنا أحد أنها إن سكنت بيننا وتاجرت معنا ونمت معنا أنها ستفقد سمها المثل الماليزي يقول الأفعى التي تزحف حتى بين الجذور لن تفقد سمها السلام عليكم